اشتركوا في القناة باستمرار وهو الرقة في التعامل كيف نكون بنتعامل مع بعض برقة او صفة الوداعة في التعامل بين الزوجين وобين زوجين واولدهم الوداعة والزوق والتقديم المشاعر بطريقة لطيفة شيء مهم جدا في الوسف بعيدا عن العصبية وبعيدا عن الكلام الخشن وبعيدا عن الكلام الجارح وبعيدا عن الكلام الذي يثقل النفوس بيننا من بعض لابد أن نختار كل كلمة بعناية وبرقة وزي ما بيقولوا كده عليها زوق في التعامل لأن الكلام الحل هو نوع من الزوق لابد أن يكون فيه كلمات حلوة أحيانا بندي تدريب للأسرة كل واحد زوج وزوجة كل واحد يقول التاني مثلا كل يوم خمس كلمات حلوين خمس عبارات فيهم رقة وفيهم مجاملة كل هذه الأمور بتنشئ نوع من المواد ده في الأسرة مطلوبة ومحبوبة وأيضا مهمة لسلام الأسرة كتاب المقدس يقول كده الكلام الحسن شهد عسل شوف الوهدان بياخد حاجة محلية كده بفرحان كلام الحسن يفرح القلب شهد عسل حلو للنفس كل نفس بتفرح به وشفاء للأزام يعني يدخل جوه جسم الإنسان كده ويريحه شفاء العظام يعني العظمي بمستريح الجسمي بمستريح هكذا النفس البشرية بتحتاج كلام حلو تفرح به بعض الأزواج والزوجات بيظنوا أن كلام الخشن والكلام الصعب والنرفزة هي دي اللي بتحل المشاكل أو هي دي اللي بتمشي الأمور والبعض يظن أن فترة الخطوبة هي فقط معمولة عشان نقول بعض كلام حلو بعد كده أول ما تتزوج كل واحد بقى يقول اللي هو عايزه بأي طريقة ما احنا خلاص ارتبطنا ومش ممكن نفترق وجواز مسيحي يعني لا هذا الزواج المسيحي يحتاج إلى تغزية بكلام رقيق وبكلمات زوء وكلام رقة كلام محبة بحبك وبحبك مش عيب حتى قدام أولادنا حتى قدام معارفنا وأصدقائنا وعائلاتنا لازم كل واحد يظهر محبته الآخر في كلمات حلوة لينة كلام فيه محبة وكلام فيه رقة فلتحذر يتهى الزوجة أن زوجك يكون محتاج كلمة حلوة وانت بس تقابليه بالمطالب والاحتياجات والمصاريف والمدارس لا لازم يكون فيه كلمة حلوة أيضا وكذلك الزوج لازم يقدم لامراته كلمة حلوة بس مش بس اعملي كذا وعملي كذا واخدي بارك من كذا لازم يقدرها بكلمة حلوة أنت بتتعبي أنت غري علينا أنت قدمت كتير علشان تسلم إيديكي ربنا يخليكي لينا هذه الكلمات الحلوة أيضا بتنشئ محبة وبتنشئ جوه من السلام في البيت يوجد كتاب معدس يوجد من يهزر مثل طعن الصيف يعني واحد بيقول كلمات فيهزر لكن تجرح أما لسان الحكماء فشفاء يقدم كلمة تطيب الخاطر الزوجة تستقبل زوجة لما يرجع من عمله بكلمة حلوة وبمشاعر طيبة وتحاول تريحه أنت تعبت قد ترخيرك وهو أيضا يقول لها يا سلام بدأت النهاردة قضيتي وقت طويل في توضيب البيت وفي ترتيب البيت بقى حلو جميل ورتبتي لينة كذا وعملتي أكل حلو كل هذه الكلمات بتقدم روح من الموادة بين الزوجين لما الزوج والزوجة يكونوا قدام الآخرين في الخارج مع الناس لابد أن يقولوا البعض كلام حلو ويمدحوا ببعض بكلام حلو نحن نحتاج يا حبائي أننا نتعامل مع بعض برقة وبزوء وبحساسية لكي نفرح مشاعر البعض الجواب الكتاب مؤدة تقول الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخط في كلام بيبقى موجع أنت عملت كذا وأنت كذا ونقعد نوصف بعضنا بصفات صعبة وحتى غير موجودة لمجرد أن احنا مختلفين على شيء أو زعلانين من شيء ده شيء يعني مرفوض تماما حتى لو فيه خلاف أنت غالي علي لكن أنا زعلان من الحكاية دي أنت غالي علي لكن أرجوك ما تقولش الكلمة دي تاني حتى في العتاب لابد أن نستخدم كلمات رقيقة الرقة والزوج في التعامل صفة من صفات الأسرة المسيحية المملوئة بالحب والمبنية على عمل الروح القدس والمبنية على إيماننا بأن الأسرة هي طريق خلاصنا والإلهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر